لجنة تخطيب بالنادي الاهلي طلبت من امير توفيق سرعة تسويق ميكي سوني وبيرسي تاو عشان بعض الصفقات الاجنبية اللي ممكن يضمها الاهلي على حساب الاثنين لعيبة الازمة ان امير توفيق عن عدم وجود رغبة حاليا او عروض بخصوص تاو ان عروض ميكي سوني بمبالغ قليلة جدا بيرسي ما عندوش عروض بيرسي حتى هذه اللحظة ما عندوش عروض بيرس تاو ميكي سوني عندو عروض بس مبالغ قليلة جدا طب ليه بيرسي تاو عندو ما عندوش عروض وميكي سوني عندو عروض بمبالغ قليلة بيرسي تاو رقمه عالي رقمه غالي الفلوس اللي تدفع فيه مش فلوس قليلة عشان الاهلي برضو جايب بفلوس كتيرة اوي فما فيش عندها عايز تدفع الرقم ده في بيرسي تاو اصلا لكن ميكي سوني متاح وكده كده ميكي سوني صعب يكمل مع النادي الاهلي وكده كده الاهلي هيتطر يستغنى عن اجنابي او اتنين عشان يقدر يضم صفاقات جديدة الفكرة فيه ان الاهلي عايز بسرعة بسرعة يلحق يسوق اللاعبين الاجانب اللي عندو عشان لو ضم اللاعبين اجانب السعر الاجانب اللي عندو هيقل جد وانت كده كده الناس عرفت ان انت كده كده هتسيبهم فالسعر بتاهم يقل جدا فانت لو باعتهم في اللحظة دي ممكن تجيب سعر كويس شوي زي ما حصل قبل كده مع الانجولي جيرالدو طيب